بسم الله الرحمن الرحيم فتح المعين في تقريب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين ملحق بعض التعاريف المهمة من الإبل بنت المخاض ما تم لها سنة سميت بذلك لأن أمها تكون حاملا وبنت اللبون ما تم لها سنتان سميت بذلك لأن أمها ذات لبن الحق ما تم لها ثلاث سنين سميت بذلك لأنها طروقة الجمل الجذعة ما تم لها أربع سنين لأنها في هذا السن تجذع ثناياها وتقع من البقر التبيع ما تم له سنة المسنة ما تم لها سنتان مقادير الزكاة من الأموال السائمة يشترط لها الحول وسيأتي تفصيل نصابها ومقدار الزكاة فيها الخارج من الأرض لا يشترط له الحول ونصابه ثلاثمائة صاع ومقدار الزكاة فيه العشر فيما سقت السماء أو العيون أو كان عثرية ونصف العشر فيما سقي بالنضح وثلاثة أرباع العشر فيما سقي بهما الأثمان يشترط لها الحول ونصابها خمسة وثمانون قراما ذهبا أو خمسة وتسعون وخمسمائة قرام فضة ومقدار الزكاة فيها ربع العشر عروض التجارة يشترط فيها الحول ونصابها الأحظ للفقراء من الذهب أو الفضة ومقدار الزكاة فيها ربع العشر أنصبة زكاة السائمة من بهيمة الأنعام ومقاديرها في الغنم أي الضأن والماعز من أربعين إلى مئة وعشرين زكاة هاشاه ومن واحد وعشرين ومئة إلى مئتين فيها شاتان ومن واحد ومئتين إلى ثلاث مئة فيها ثلاث شياه ثم في كل مئة شاه الإبل ذات سنام أو سنامين من خمسة إلى تسعة فيها شاه ومن عشرة إلى أربعة عشر فيها شاتان ومن خمسة عشر إلى تسعة عشر فيها ثلاث شياه ومن عشرين إلى أربعة وعشرين فيها أربع شياه ومن خمسة وعشرين إلى خمسة وثلاثين فيها بنت مخاب ومن ستة وثلاثين إلى خمسة وأربعين فيها بنت لبون ومن ستة وأربعين إلى ستين فيها حقه ومن واحد وستين إلى خمسة وسبعين فيها جذعة ومن ستة وسبعين إلى تسعين فيها بنت لبون ومن واحد وتسعين إلى عشرين ومئة فيها حقتان ومن واحد وعشرين ومئة إلى تسعة وعشرين ومئة فيها ثلاث بنات لبون ثم في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقه والوقص تسعة فمادون وهو ما بين الفريضتين البقر والجواميس من ثلاثين إلى تسعة وثلاثين فيها تبيع أو تبيعة ومن أربعين إلى تسعة وخمسين فيها مسنة ومن ستين إلى تسعة وستين فيها تبيعتان ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة حكم زكاة الفطر واجبة على من غربت شمس آخر يوم من رمضان وهو مسلم سواء كان كبيرا أو صغيرا ذكرا أو أنثى عبدا أو حرا وفضل يوم العيد وليلته صاع عن قوته وعياله وحوائجه الأصلية وهي مستحبة عن الجنين الحكمة من مشروعية زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وفيها إغناء للفقراء والمساكين عن السؤال يوم العيد وقت إخراج زكاة الفطر وقت جواز قبل العيد بيوم أو يومين وقت استحباب قبل صلاة العيد بعد الفجر وقت تحريم بعد صلاة العيد ما يجزئ في زكاة الفطر صاع من طعام مما يقتاته الآدميون ومقدار الصاع من البر الجيد كيلوان وأربعون قراما ومن كل قوت بحسبه ولا تجزئ من النقود مقدار زكاة الفطر من أشهر الأطعمة بالوزن الدقيق أربعمائة وألف قرام السميد ألفا قرام الأرز ثلاثمائة وألفا قرام القمح أربعون وألفا قرام العدس مئة وألفا قرام الحمص ألفا قرام الفاصوليا ستون وألفا قرام التمر ثمانمائة وألف قرام الزبيب أربعون وستمائة وألف قرام أقسام الزكاة باعتبار الآخذ والمقدار أولا ما قدر فيه المدفوع بقطع النظر عن الدافع وعن المدفوع إليه كزكاة الفطر ثانيا ما قدر فيه المدفوع والمدفوع إليه كفدية الأذى أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع ثالثا ما قدر فيه الآخذ المعطى دون المدفوع ككفارة اليمين فتح المعين في تقريب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر